في بعض المواقف ممكن الناس تتعرض لحاجة اسمها فرط التنفس وده لما يكون فيه مشكلة صحية زي الربوة أو مثلاً انسداد الرئوي لقدر الله ده غير طبعاً إنه ممكن يحصل لو فيه توتر أو ألأ وبرضه فيه ناس ممكن تحس إن هي مش عارفة تتنفس أو فرط التنفس ده بيجي لها لما بتحس إنها تحت ضغوط قويل باللئة سمع دامنا مننا عن ضيق التنفس لكن إيه هو المقصود بفرط التنفس؟ ما بينهم الأسباب الأعراض إزاي ممكن نقي أنفسنا ونحافظ على أنفسنا من مثل هذه الأمراض الصدرية معنا دكتورة جيهان العسال استشاري الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس من ورانا ومشرفانا في الستوديو أهلاً بيك دكتورة صباح الخير على حضرتك صباح النور إيه مقصود بفرط التنفس؟ فرط التنفس هو تعبير مقصود بإن أنا بتنفس بسرعة وبعمق فرط التنفس ده عكس دي التنفس دي التنفس يعني أنا بحس أن أنا مش قادرة أخذ نفسي أو مش مستريحة وأنا بأخذ نفسي أو بأخذ نفسي بصعوبة فرط التنفس ده كأنك بتتنفس بسرعة وبعمق ممكن يبقى ليه أسباب فسيولوجية ممكن يبقى له أسباب نفسية زي ما الأستاذة قالت أو ممكن يبقى ليه أسباب مرضية أسباب فسيولوجية يعني مثلا زي ممارسة رياضة شديدة أو جارية لمسافات طويلة تلاقي المتصابك أو اللي بيجري بيتنفس بسرعة وبعمق ده فرط التنفس بس ده لمحاولة تعويض كميات الأكسجين اللي بتحتاجها العضلات مع المجهود العضل اللي بنعمله الفرط التنفس ممكن يبقى له أسباب نفسية زي ما قلنا زي التوتر، حالات البانيك، الأنجزايتي الحاجات دي ممكن تعمل نوع من التوتر النفسي اللي يسبب فرط التنفس ده ممكن يبقى له أسباب مرضية في بعض الحالات زي بعض الإصابات الميكروبية لو في حصل نزيف عادة الأمراض الصدرية زي الأزمة أو الربو الشعبي أو السد الرقوي اللي هي السيوبي دي دول بيبقوا مرتبطين أكتر بديء التنفس مش بفرد التنفس يعني بيبقى معهم صعوبة في التنفس وخصوصا ساعة الأزمات أو الأتاكس اللي بتصيب المريض دي التنفس ده بيبقى بياخد كام نفس وفرط التنفس بياخد كام نفس والمعدل الطبيعي للتنفس قد إيه عشان نبقى إحنا يعني فهمين الموضوع ما يبقاش علمي قوي علينا نبقى حاجة بسيطة كده قدرين نفهم بمنطقة البساطة إحنا في المتوسط بنتنفس من 12 ل 18 مرة في دقيقة مفروض مع النفس بتاعنا بناخد أكسوجين وبنخرج سني أكسيد كربون وبخار ما يدلت علمناه في ابتدائي في العلوم وهي دي اللي بيحصل مع دي التنفس مش شرط هو بياخد كام نفس هو الفكرة مجرد إحساسك إنك بتتنفسي أو شعورك بوظيفة التنفس ده يعتبر دي نفس مجرد إنك حسة بالنفس بنتنفس كل دقيقة على مدار عمرنا فالنفح الدوات بيدم باللوعي ما يحسبش له علاقة بعمق النفس أو هاو ديب النفس أو الساتوريشن أو التركيز بتاع الأكسجن الدخل لا ليه علاقة بعوامل كتيرة حركة شهيق وزفير فقط هو حددك لا ليه علاقة بحاجات كتيرة أولا إحساسي أنا بالنفس مجرد إحساسي بالنفس زيادة ده في نوع من الديق ليه أنا مجرد إحساسي بالنفس ده لو الأولنس أو الوعي إن أنا بتنفس ده في حد ذاته صورة من صور ديق التنفس لو طبعا لو فيه أزمات لو فيه ديق في الشعب الهوائية لو العيان عنده تعرض لحاجة مهيجة للجهاز التنفسي زيادة معدل التنفس ده برضو نهاجين فحيزود الإحساس فهي ترجمتها لحاجات كتيرة مجرد أي خلل أو اختلاف في الوظيفة التنفس اللي بتتم بصورة تلقائية ده يعتبر خلال إذا ما تنفس بشكل تلقائي لما حسنا أنا ببزي المجهود يبقى هنا فيه مشكلة في التنفس لا آه يعني لو حس أن النفسي مش طبيعي طبعا لو ببزي المجهود يعني بجري أحساسي بالنفس مظبوطة درجات ضيق التنفس إيه الأسباب بقى اللي بتخلي أو بتصيب الجهاز التنفسي اللي بتخليني أشعر بهذا الضيق إيه أهم الأسباب اللي ممكن يتعرض لها الإنسان وبتؤدي لهذه الحالة هو دي التنفس عرض مش مرض في حد ذاته هو عرض لمشاكل كتير أو يمكن تكون عندنا يعني مشاكل في كياس التنفسي ممكن تعمل تنفس مشاكل القلب مشاكل المعدة الاتهبات المعدة والارتجاع في المريء مشاكل القولون أو الانتفاخ ممكن تعمل اضطرابات الغضة الدراقية الأنميا مشاكل في الميتابوليزم بتاع الجسم نفسه حمضية الدم وكده فهو عرض لأمرات كتير كل ده يأثر ويعمل ديق نفس طيب الفكرة بتاعت أن الواحد لما يبتدي يحس أنه هو مش عارف يتنفس أو أو مضغوط زيادة فيبتدي يحاول يتنفس كتير 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 علشان يعرف ياخد نفسه أو أعصابه تهدى ده ممكن بدل ما يجيب نتيجة كويسة يجيب نتيجة عكسية طبعا اللي بيحصل هو فرط التنفس اللي حضرتك بيقول يعني ده على الجهة التانية وده بيبقى زي ما قلنا حالات التوتر أو الألأ الزيادة أو التعرض مثلا لأزمة نوع من الفزع شوية ده ممكن يعمل الحكاية دي المشكلة إن أنا لما بتنفس كتير بسرعة كده أنا بزود نسبة ثاني أكسيدي الكربون اللي بخرجها من جسم وده برضو بتعملي مشاكل بسورة تانية فممكن يبتدي الشخص ده يحس بدوار بدوخة بعد مبتزين ممكن يحس بي يبتدي يحس بتنميل تقل في الأطراف بتاعته ممكن توصل في بعض الحالات إن يدخل في إغماء فهي طبعا دي لها بقى طريقة تانية لأن دي أصلا بتبقى مشكلة نفسية أو توتر في الحالات دي علاجها بطريقة مختلفة إن أنا لازم أهديه أطمنه أبتدي أعمله تمرينات نفس لازم ناخد نفس بسرعة ناخد نفس عميك ونطلعه ببطء ونبقى قفلين شفايف نحن الخارج كأنك بتطفي شمعة فتننظم النفس بتاعك الحالات اللي زي كده لو بتتعرق كتير تمرينات اللي هو التأمل أو اليوجا الحاجات دي بتفرق معهم كتير في تهديتهم وإننا نقلل التاكس حتى تمرينا التنفس نفسها كمان بتساعد الجسم على الاسترخاء بشكل كبير ده أكيد هل ارتفاع درجة حرارة الجسم بيؤثر على التنفس؟ لو الإنسان مصاب بحمة أو بارتفاع بدرجة حرارة طبعا حيزيد التنفس وحيزيد دربات القلب دي من أعراض طبيعية لزياد درجة حرارة وزيادة درجة حرارة الجو بتزود لك الإحساس بدقي التنفس وخصوصا لو ارتفعت نسبة الرتوبة يعني عادة حتى لو أنت في نفس المكان بنفس درجة الحرارة بس مكان الرتوبة فيه أعلى هيبقى الإحساس بديء النفس في المكان اللي فيه الرتوبة أعلى بكتير من المجان اللي فيه حرارة عالية ولكن الجو جافئ لحد ما طيب فعشان كده كلنا اللي يمدي حسين بديء نفس بديء نفس كله بيقول كده فعلا وده طبعا بيبقى أكتر بقى وبسرعة مضعفة مع مرض الصدر بقى لو عنده ربه أو عنده صدر أوه أو شكل أكتر تشبع نسبة الهوى اللي بناخدها بنسبة الأكسجين ده بيأثر على فرط التنفس وزيء التنفس يعني فيه واحد يبقى حاسس إنه مش داخله أكسجين كفاية فيحاول يفضل يتنفس كتير برضو ده مرورش بقى علاقة بالتواطر ده علاقة بأنه حاسس إنه عارف ياخد نفسه أو لا هو المفروض نسبة الأكسجين في الجو حوالينا سبتة ده هي البيئة اللي احنا عادي فيها طبعا قد تزيد أو تقل أو تتحسن كواليتي بتاعتها على حسب نسبة التلوث أو النقاء بتاعت الجو في المكان اللي احنا فيه هي هو دوت بيبقى إحساس العيان إنه عنده نقص في الأكسجين أو مش عارف بسبب ده إنه تنفس يتنفس أكتر أو محتاج يعود طبعا في حالات بيبقى محتاج ياخد فيها أكسجين أكتر زي ما قلنا اللي بيلعب الرياضة فده محتاج أكسجين أكتر عشان يشغل العضلات أو اللي عنده ربه شعبي مثلا وعنده مشكلة صدرية وعنده نقص في الأكسجين لأسباب تانية فيك صور في وظائف الرئة فعنده نقص في الأكسجين فده برضه حيدي له إحساس إنه محتاج أكسجين أكتر وده حيبقى علاجه طبعا أنه هياخد أكسجين مساعد من برا أكيد طيب الأشخاص اللي بيتعرضوا لأماكن عملهم مثلا لانبعاثات أدخنة لغيره ممكن تهيج الجهاز التنفسي بشكل كبير دول نتعامل معهم إزاي في حالات لو جالوا ضيق تنفس إزاي تتعامل معاه معاملة تحافظ على صحته على جهاز التنفسي أهم حاجة إنه نتجنب الانبعاثات دي في الأول طبعا فلو في أي مكان الجو فيه أو البيئة فيه مش صحية كفاية الهواء مش نقي فلازم حضرتك أولا نحاول ننقي الجو الأماكن لزي كده المفروض اللي بيتشتغل فيها بيبقى لابس مسكات أو أقنع مجهزة في فلادر علشان تنقية الغازات والأبخرة دي مهمة أوي لو أحد بقى تعرض بصورة زيادة لها أولا طبعا نحن نخرجه من المكان ده يقعد في مكان جاية التهوية وطبعا ممكن يحتاج أنه هو يعني يمد بالأكسجين لفترة لغاية دي لم تتحس أكيد دكتورة جيهان العسال استشاري الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس شكرا لوجودك معالي أهلا وسهلا شكرا لفندي من وقتين وشرفتين